أهلاً أحبتي اليوم سنتعرف على كيفية إجراء عملية الجمع بالاحتفاظ إذن سنتعلم كيفية القيام بعملية الجمع بالاحتفاظ مئة وستة عشر زائد سبعة وتسعون سأكتب العدل الأول موجود على اليسار والأول مئة وستة عشر زائد أكتبها هنا بعيدة عن العدل زائد مال سبعة وتسعون أبدأ بالوحدة سنتعرف موجود على يمين وأولاً أكتبه تحت العدل الآخر وحداث سنكتبه تحت الحدث بجانب العشرات تحت العشرات هذا العدل ليس فيه مئات لا بأس أضع الصدر أفوقي ثم أبدأ من اليمين من الأعلى أقرأ ستة زائد ستعة ستة زائد تسعة ستة في الأعلى وأضعوها في ذنني زائد سبعة أخذ سبعة أصابي وأبدأ ستة سبعة تمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر تلاتة عشر إذن أكثب ثلاثة لأنها واحدة تحت الوحدات وأعتفض بواحد واحد أعتمد بها بجانب العمود في أعلى العمود الثاني هذا العمود الأول هذا العمود الثاني إذن أنا ما أصبح مني واحد زائد واحد تلصوي اثنان زائد تسعة اثنان في الأعلى إذن في ذنني زائد تسعة أصابي أفرغيديه أحسو إذنان زائد تسعة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إحدى هو الوحدة أكتبه عشر وأحتفظ بواحد في العودة الثالث العودة الثالثة إثنان زائد واحد إثنان زائد واحد ثلاثة زائد لا شيء زائد السفر تساوي ثلاثة إلى اللقاء